تشهد مناطق المملكة هذه الأيام هطول أنطار تتراوح بين المتوسطة والغزيرة وجريان العديد من الأودية فيما تتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول المزيد من الأنطار على معظم مناطق المملكة مع انخفاض في درجات الحرارة بدأت ملامح فصل الشتاء بوضوح مع بدء هطول الأنطار على مناطق ومحافظات المملكة أمطار جرت بإثرها الكثير من الأودية والشعاب عبر حالة مناخية مطرية تتميز بقوتها وغزارتها إلى جانب اتساعها الجغرافي وامتدادها الزمني ومن المتوقع أن تستمر حتى نهاية الأسبوع بمشيئة الله تعالى خاصة على المناطق الوسطى والجنوبية والشرقية والشمالية من المملكة إلى جانب منطقتين مكة المكرمة والمدينة المنورة وشكلت توقعات الطقس التي أطلقتها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة منذ وقت مبكر استنفاراً لدى الكثير من الأجهزة الحكومية والجهات المساندة لها تحسباً لأي ظرف طارئ يترتب على هذه التقلبات الجوية ومنها المدرية العامة للدفاع المدني التي حذرت من هذه التقلبات الجوية ويبقى الوعي بمخاطر هذه الأمطار الغزيرة والسيول أمراً حتمياً من جانب المواطنين والمقيمين من عدم القيام بما قد يعرضهم لمخاطر هذه الأمطار والسيول خاصةً مع السمرار التحذيرات الجوية التي تطلقها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة التي تستدعي الحرص على الالتزام بالتعليمات والإرشادات التوعوية وعدم المجازفة بالخروج في مثل هذه الأوقات